موسيقى نحن دلوقتي في المتحف السكة الحديد المتحف السكة الحديد انشئ في 15 يناير وامر بتشيد هذا المتحف هو الملك فؤاد الاول في اكتوبر وافتسعمية اتنين وتلاتين وتلاتين وتفتتح في 15 يناير وافتسعمية تلاتة وتلاتين متحف السكة الحديد اعيد افتتاحه بعد تطويره من سنة 2010 ل2016 افتتح في مارس 2016 واصبح المتحف يعرض ختمات اكتر من المرحلة السابقة له متحف عبارة عن الطابق الارضي بيعرض وسائل من العصر الفرعوني للعصر الحديث واصبح الطابق العلوي بيتخصص في السكة الحديدة مقتنيات المتحف كلها جميلة بس اكتر المقتنيات اللي بتشد الزائر عندنا قاترة سعيد باشا دي قاترة بالحجم الطبيعي القاترة دي اتعملت مخصوص لسعيد باشا في انجلترا عندنا كمال من ضمن المقتنيات المهمة جدا صورة زيتية لمحمد علي باشا عندنا ايضا النمازج المهمة نموذج لنقل التمثال الايام القدماء المصريين التمثال ده وزنه 60 تن بينقله على زحافة خشبية انهو التمثال نقله بيدل على كده وطريقة الشد بالحبال كانت بتدل على كده فيه كمان من ضمن مقتنيات المتحف الافكار الاولى للقاترة البخارية وعندنا كمان الاموذج للقاترة البخارية الاولى عندنا نمازج كتيرة لكباري اهم كبري موجود عندنا اللي هو كبري مبابة لانه هو تعتبر من اهم الكباري لانه ربط الواجه الابري بالواجه البحري سنة 1891 والجدد 1924 المتحف عموما هو متحف علمي فني تاريخي بيعرض تاريخ للسكة الحديد فيه حاجات علمية بتفيد اللي هم قلية الهندسة قسم الميكانيكا او قسم السكة الحديد فيه عندنا كمان الزوار اللي بيجونا معظمها ده الاساسي انهم بيجوا طالبا لانه بيجوا مطلوب منهم معرفة تاريخ السكة الحديد ايه هو ومعظمهم بيجي يعمل ابحاث خاصة بتاريخ السكة الحديد وخاصة بالتحديد عن السكة الحديد وتخصصتها كمان بيجينا لاجانب في فترة معينة الشيء الملاحظ بقى الجديد عندنا ان كبار السن هم اللي هم اللي على المعاش او كبار السن اللي بيجيبوا احفادهم وييجوا ودي الفترة اللي فاتت دي كلها كانت من ضمنهم ناس كتيرة كدا جايبين احفادهم وجايين يفرغوهم على تاريخ السكة الحديد اه بالنسبة للطلبة بيجينا لطلبة المدارس الابتدائي والادادي والسنوي وكليات لما يكون مطلوب منهم ابحاث وتقارير ياريت والله كل الزوار او كل جمهورية مصر العربية يجي يزوروا متحف السكة الحديد مش دعاية للمتحف لا ده هو متحف فعلا غني بالمعلومات وبالمقتنيات الندرة وبيعرض تاريخ السكة الحديد والناس تتعرف اكتر يعني ايه السكة حديد لان ده مرفق مهم جدا في الدولة ويمكن من اهم مرافق الدولة هو مرفق السكة الحديد